طبعا هي هذه التجربة لأول مرة تصير في العراق وفي البصرة تحديدا نحن الآن في منطقة خور الزبار في منطقة التفرعات الشجرية هذه المنطقة هي المنطقة الأفضل لزراعة نبات المانيكروف هذا النبات ذو فائدة عظيمة الدول المتقدمة بالمجال البيئي الحقيقة تعمل على استزراع هذا النوع من المزرعات منذ سنين طوال الآن الحمد لله استحصلنا الموافقات من الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة البيئة لغرض الشروع بهذا المشروع الهام الذي سيكون موئلا للطيور وكذلك غذاءا للأسماك والروبيان وبكل تأكيد سيكون ذو فائدة عظيمة فيما يخص سحب ثاني أكسيد الكاربون وإطلاق كميات هائلة من الأكسجين إن شاء الله العمل جاري بمعية مركز علوم البحار في محافظة البصرة وبرعاية أحد الشركات المحلية شركة نخيل والمشروع يعني واحد من مشاريع وزارة البيئة اللي نتوسم إلى أن ينجح مثل ما نجح في دول الجوار حتى تتكون عندنا غابات المانيكروف شكرا